بالنسبة لأستانا كانت تجربة الأولى جيدة وإيجابية الجميع هنا متفق على ضرورة العمل وأحراز تقدم هذه المرة ويمكنكم ملاحظة ذلك من خلال البيان الختامي وبالطبع أهم نقطة هنا هي إتمام تحضيرات اللجنة الدستورية وبدءها بالعمل بأسرع وقت ويجب تحضير أرضية قانونية تؤمن مستقبلا آمنا وتعطي أملا للسوريين وبالطبع لم نلتقي هنا مع الحكومة السورية والتقينا مع المعارضة السورية ولاحظنا أن المعارضة جادة وذات فكر تقدمي آمل أن يقدر النظام قيمة هذا أجريت لقاءات المجموعة الرباعية على مستوى نواب وزراء الخارجية قبل بدء بمهمتي لكنها لم تجر بعد خلال فترة عملي وسنعمل على تقييمها بعد هذه المباحثات ولكن من حيث المبدأ لا مشكلة لدينا بإجراء محادثات مع جميع الأطراف في سوريا التي لم تتورط بالإرهاب ولكن موقعنا معروف ووجهة نظرنا معروفة بخصوص حل الأزمة في سوريا وإجراء نوع من اللقاءات كهذا لا يعني انحرافنا عن وجهتنا إطلاقا ولكننا نعتقد بإمكانية حصول توافقات وتطوير لقاءات وتدابير يمكن أن تبعث على الأمان وإلى الآن لم نحدد جدولا بخصوص اللقاءات الرباعية ولكن الجميع متفق على عقد قمة أستانا هذه السنة على مستوى القادة لا يمكننا الجزم بهذا الخصوص ورفع سقف التوقعات ولكن لماذا لا؟ ولكن كما قلت هذا لا يعني أننا سنتخلى عن المطالب المشروعة للشعب السوري والمعارضة السورية ولكن تبادل أطراف الحديث مفيد دائما وخاصة إذا كانت لقاءات ثنائية وبالطبع إذا كان الطرف المقابل موافقا على ذلك اللاجئون السوريون ورغم امتنانهم من الضيافة لدينا يرغبون بالعودة إلى وطنهم وبالطبع لا مشكلة لدى تركيا بهذا الخصوص وخاصة بعد عودة قسم منهم إلى المناطق الآمنة التي تديرها الحكومة المؤقتة في الشمال السوري المناطق التي أطلقنا فيها عمليات عسكرية وبالطبع هم يولون أهمية إلى وجود أمان في المناطق التي سيعودون إليها وشروط الاقتصادية هل هي مناسبة للعودة أم لا والخطوة الممكنة التي نتحدث عنها هنا هو أنه أهم من ذلك كله وجود تطمينات للسوريين تخص حقوق الإنسان في سوريا ووفقا لدولة القانون ونعتقد أن هذا سيتحقق من خلال اللجنة الدستورية في جديدة أمانة تحقيق ، سيتحق في سوريا اشتركوا في القناة